اشتركوا في القناة في حفل مراسم تتويش صاحب الجلالة الملك تشورز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا رئيس الكومنويلث تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا رئيس الكومنويلث تأتي تشسيدا لأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين وتميز العلاقات الثنائية الاستراتيجية شاكرا للمملكة المتحدة حسن الطيافة خلال حفل الاستقبال ومراصم التنصيب معربا المجلس عن تهانيه لصاحب الجلالة الملك شارلز الثالث بهذه المناسبة وتمنيته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد ثم أشهد مجلس الوزراء بالرسالة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وما تضمنته من دعوة سامية لأهمية التوصل لصيغة عالمية لتجريم جميع خطابات الكراهية باعتبارها صورة من صور المعلومات المضللة التي تمسوا بحقوق الإنسان وكرامته منوها المجلس بمناسبة يوم الصحافة البحرينية بالإسهامات المقدرة لأبناء البحرين العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية ودورهم المحوري في مسيرة التنميات الشاملة بعدها أعرب المجلس بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عن شكره للكوادر التمريضية من أبناء البحرين العاملين في مختلف المؤسسات الصحية لدورها في تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية بعد ذلك أكد المجلس دعم مملكة البحرين للمبادرة السعودية الأميركية لبدء المحادثات الأولية في مدينة جدة بين ممثلية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة للتوصل إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء الصراع بوساطة خيرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة ودعم وتأييد من مجموعة الدول الربعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية ممثلة في بعثة الأمم المتحدة يوني تامس والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإقاد ثم رحم المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية باستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها مؤكدا أن هذا القرار يدعم الالتزام العربي بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويتسق مع المصلحة العربية المشتركة ووحدة الصف العربي ثم قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن تطوير سياسة الحضور والانصراف في الوزارات والجهات الحكومية وذلك بزيادة مرونة الحضور والانصراف في الجهات الحكومية إلى ثلاث ساعات بما يدعم تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتكليف جهاز الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عدد من الحقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعد ذلك استعرض المجلس ما يلي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية وتوازن المالي بشأن آخر مستجدات العمل في مجمع السلمانية الطبي ومراكز الرعاية الصحية الأولية مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن تصنيف خريجي برامج التدريب المحلية ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي وسعادة الوزراء بشأن زيارة معالي وزير الداخلية إلى المملكة المتحدة المشاركة في اجتماعي مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتين غير عاديتين حول تطورات الأزمة السورية وتطورات الملف السوداني زيارة سعادة وزير الخارجية إلى جمهورية أوكرانيا مشاركة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المشاركة في تجشين أعلان مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب نتائج الاجتماع التشاوري للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في سوق السفر العربي 2023 المشاركة في الاجتماع السادس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركات الخارجية لأصحاب السعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين